مئات الطلاب في مدرسة الريحان الابتدائية بحي المنتظر في قضاء الكوت مهددون في أي لحظة بالموت تحت جدران وسقوف مدرستهم التي لم تعد تتحمل سؤى بنيتها الأساسية حيث بنيت على عجل من دون الالتزام بأقل متطلبات سلامة البناء المدرسي لاحظنا عدة نقاط وأمور وانتهاكات سلبية كبيرة تهدد حياة التلاميذ منها المدرسة شيدت من تبرعات الأهالي ذو الدخل المحدود ولم تتدخل الدولة ببناء المدرسة وهذه سابقة خطيرة المدرسة غير مدروجة من ضمن الأبنية المدرسية مدرسة بناء بسيط بناء عشوائي شيدت من قبل الأهالي لم تشيد من جهة رسمية وهذه سابقة خطيرة وبالرغم من المناشدات والرسائل والتحذيرات الكثيرة التي أرسلت للجهات الحكومية المسؤولة للنظر في وضع المدرسة الأيلة للسقوط إلا أن أيا من هذه الجهات لم تتحرك قيد أنملة لحل مشكلة هذه المدرسة التي يمكن أن تتسبب بكارثة كبيرة في أي لحظة عندي ملف كامل بالمدرسة من مذكرات ومخاطبات للتربية لمدير عام تربية واسط وتحويلها إلى الأبنية المدرسية لكن المشكلة أنه المدرسة من مدارس البناء العشوائي غير مسجلة رسميا في التربية صح مسجلة بالتخطيط كعدات تلاميذ وإجراءات رسمية بها وملاك بها لكن هي أرضها غير رسمية من المناطق البناء العشوائي تابعة للبلدية وإلى أن تستفيق الجهات الحكومية من غفوتها التي طالت يبقى طلاب مدرسة الريحان الابتدائية في قضاء الكوت الذين يتشابهون في أوضاعهم مع طلاب الكثير من المدارس في محافظة واسط ضحايا لفساد حكومي يتفاقم ومن فك ينخر بنية العراق وأساساته